من المضحكات المبكيات لكما والأستاذة المشاهدين بعض الصفحات للمناصرين القيس سعيد حتى لا كنت مناصر لي على فكرة لكن بعدين طبت واستقلت الحمد لله رب العالمين بعض الصفحات المعروفة لبعض الأشخاص المناصرين له تقول أن اليوم القضاء يتعافى القضاء يتعافى أترك لك التعليق عبد الباقي في كلمة الختاب عبد الباقي أخوانا في الميكرو سمعني نعم أنا اليوم هو يوم يعني تعليق نشان على صدر رئيس البرلمان الذي لم يتهكم ولم يعتدي لفظيا ولم يعتدي على أي معارض من معارضيه حتى داخل حزن يعني كان عرضه يوميا مجازر تصير أنا تفرجت في هذا شسمه هذا سوفيان بن فرحات كيفاش يتكلم تفرجت في هذه مية القصورة كيفاش تتكلم تفرجت في بعض الكرونيكورات متع اليسار الفاشي المجرم اللي الإقصائي العنصري اللي اللي قاعد اللي هو الآن مهيمن على كل مؤسسات الإعلامية متع البلاد وعطينه فاتحين ليه الأبواب الرجل يعني عرضه مصباح لليل وهو ما ينهش فيه مثل الكلاب المكلوبة وهو لم يرد وبمجرد أنه ندد بالذين استبشروا بالانقلاب في 25 جويلة 21 وخاصة نخبة حاقدة يعني هو ندد بهم من حقه هذا هذا رأي هذا وجهة نظر يعني قال أنه الإقصاء ممنوع ما ينزمش التوانسة يقصوا بعضهم ينزم التوانسة يحترموا بعضهم وشو معناها؟ معناها الناس هذون اللي يختلفوا معاك في الفكر مش ترميهم في المحرة مش تقتلهم مش تذبعهم مش تقطع عليهم الأكسيجان الأكسيجان متع تونس تمنوا عليهم يعني هذا هذا فكر فاشي والفاشي لا يدعمه إلا فاشي ونحن نشوفه في النتيجة الآن مش كون يدعم في القيس سعيد تدعم فيه هذه متاع إيطاليا وزير خارجية إيطاليا يدعم فيه الفاشية الأوروبية تدعم فيه مارين لوبين ومش كون يلتقي مع اليسار الفاشي النتيجة أن الفاشية تلتقي بإذن الله سيتخلص منها الشعب شكرا عاجلا أم آجلا شكرا لك عبدالباقي فتحي صابر نفزاوي عندك كلمة تحب تقولها في الأخر ولا نختم نعم نعم رسالة صغيرة إلى المنتجين وإلى الشامتين فيما يحدث مع المعارضة عليهم أن يعودوا إلى قصة ذلك المثل العربي الشهير وكل في يوم أكل الطور الأبيض عن التونسيين أن يعلموا أن التسلط عقاب إلهي جماعي بسبب السكوت على الظلم ومهدنة الظالمين هو حقيقة دينية وقانون اجتماعي وسنة تاريخية حتى أن ابن خلدون عنوى أحد وصول مقظمته في أن الظلم مؤذن بقراب الأمراض شكرا لك صابر نفزاوي بارك الله فيك ونحن نودع شهر رمضان المعظم المعظم مش بالعظم متاع توانسة ومتاع أفلام القبح والسفالة والعري والجريمة والمخدرات نحكي على المعظم ذات شال معظم تعظيما ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كم من صائم ينهيك نفسه بالصوم ولكن ينحاز للظلم فكم من مواقف يمكن أن تتبخر تتبخر الطاعة والعبادة في فضاءات الشتيمة في فضاءات الشماتة في فضاءات النكاية وتلقى ربي يوم القيامة تلقى ربي بدون أجر ولا حسنات عشر شوية من الإيمان فقط خليك تقول أن الفيصل في الدولة ما بين المواطن والدولة هو القضاء والقضاء في المحاكم القضاء مش بمداهمة البيوت القضاء مش باقتحام البيوت أثناء الإفطار عشر من الإيمان فيك يا مواطن خليك تكون ضد الظلم ضد الظلم إذا كان أنت عندك عشر نزاهة ضد الظلم مهما كان الإسم ومهما كان لون ومهما كان دينه ولو يهودي في تونس حرام شرعا أن يظلم والظلم ظلمات يوم القيامة الشامتين والحاق دين نذكركم بأن الظلم بداء من لون صحيح في تونس مع لون سياسي إسلامي ثم امتد للبوليس أمه وأبوه وجد أبوه واللي خلفوه واي تردوه والديواني كذلك بالكف في بورترادس والترابلسية عملوا لما يتعملش لكن بعدين يجي فصل آخر هناك فصل آخر إن شاء الله وهذه خواتيم رمضان إن شاء الله تنتهي بانتهاء البلاء وبأيام سعيدة مجيدة تليق بشعب التونسي أهم شيء فيه يكون ما تمشيش مات وإنما ثم هناك عدل والعدل يكون في وضح النهار لا يكون في الليل كما تفعل العصابات ألقاكم غدا بحول الله شكرا جزيلا لكم